هذه أبرز العناوين الترجل التونسي يعسكر في المغرب ويبحث عن إمكانية مواجهة نادي الرجاء الريادي والديانة قبل انطلاق الشطر الثاني من الموسمة فوز القجاع يفاجئ لعب المنتخب الوطني المغربي بخطوة كبيرة للفوز على منتخب جنوب إفريقيا مونير الحددي أرغب بشدة في العودة للمنتخب المغربي أتابع كل مبارياتي وسأكون سعيدا بتتويجه بالكان محمد شبي واعون بالمسؤولي الموقع على عاثقنا وهدفنا التأهل إلى ربع الكان كشف التقالي الأخبارية التونسية أن نادي التراجي التونسي سيحل بالمغرب اليوم ثلاثة للدخول في معسكر إعدادي بمدينة الضار البيضاء بداية من الفاتح فبراير حتى الثامن من شهر نفسها وعشر موقع نسم السبور إلى أن نادي التراجي التونسي يستعد للصفر إلى المغرب صباح اليوم للدخول في المعسكر الإعدادية لأسبوع واحد تتخلله مبارتان ودية ثانا والمصدر ذاته أشار إلى أنه من المرجح أن تكون إحدى المبارايتان أمام نادي الرجاء الريدي في انتظار تأكيد رسمي من الجانبين والجدير بالذكر أن نادي الرجاء أنهى حديث مشاركته في دور التحدي الودي في الإمارات حيث احتل المركز التالي وكان الرجاء الريدي قد انهزم أمام مناظره الزمالك المصري بركلات الجزاء أربعة لإثنين بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفي لمثهما في مباراة النصف النهائي دور التحدي الودي قبل أن يفوز على يوهان الصيني بهدف نظيف مباراة تحديد المركز التالي يسعد المنتخب الوطي المغربي لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا اليوم التلتاء في إيطار دور ثم النهائي من بطولة كاسيوم من إفريقيا مقامة حاليا في كودي فورا ورصدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مكافأة ضخمة للاعبي المنتخب المغربي في حال تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة على أن ترتفع هذه القيمة خلال الأدوار المقبلة وبحسب المصادر المتطبقة فإن أسود الأطلس سيحصلون على مكافأة قدرها 40 مليون سنتيم لكل واحد منهما في حال فوز على منتخب جنوب إفريقيا والتأهل إلى دور ربع النهائي وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القيمة المالية سترتفع تلقائيا مع تجاوز الأدوار القادمة حيث وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سلما خاصا للمكافأة التي سيحصل عليه اللاعبون المنتخب المغربي وفي حال تجاوز دور ربع النهائي وتأهل منتخب المغربي لدور النصف النهائي فسيحصل كل لعب على منح قدرها 50 مليون سنتيم مقابل حصول كل لعب على مبلغ 60 مليون سنتيم في حال بلوغ دور نصف النهائي أما في حال تتويج والفوز بكأس أمم إفريقيا فإن كل لعب سيحصل على منح قدرها 100 مليون سنتيم لكن إذا اكتفى الفريق بدور النصف فإن كل اللاعب سيحصل على مبلغ 70 مليون سنتيم ويأتي هذا الإعلان عن المين الجامع المغربي لكرة القدم بهدف تحفيز لاعب المنتخب المغربي على تحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي والمضي قدما في البطولة القرية عبر الدول المغربي مونير حددي عن رغبته الكبيرة في فوز أسود الأطلس بلعقاب كأس أمم إفريقيا الكورديوار الفين وثلاثة وعشرون متمنين عودته من جديد لصفوف النخبة الوطنية وقال الحددي في تصريحات لموقع سوفوت عليك أن ترى نوعية اللاعبين المغاربة الذين يلعبون في الثوريات الأوروبية الكبرى حيث تابع مع انتهاء نهائيات كأس العالم هناك أمر ما يدعو للفخر وإذا استمر هذا الأمر على هذا النموال فسيكون هناك جيلة من اللاعبين المتميزين الذين يمثلون بلادنا وأجب الحددي حديثه قائلا بطبيعة الحالة أرغب في الغوضة إلى صفوف المنتخب المغربي من جديد وأنا أتطلع لذلك بشدة أتابع جميع مباريات المنتخب في الوقت الحالي وأتمنى أن يفوزوا بلقب كأس أمم إفريقيا هذا الأمر سيجعلني ساعدا للغاية قال محمد شيبي لعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أن جميع اللاعبين يعرفون حجم المسؤولي الملقاة على عاتقهم قبل مواجهة جنوب إفريقيا وأضاف الظهير الأيمن لأوسود الأطلس خلال النظوة الصحفية التي تسبق المواجهة المغرب وجنوب إفريقيا ضمن ثم النهائي كالسيوم أم إفريقيا الكورديوور الفيلم 23 جاهزون لتقديم مباراة جيدة من أجل حجز بطاقة تأهل إلى الربع النهائية وشدد محمد شيبي على أن العناصر الوطنية تطبق تعليمات وليد الرجراجي بتفاصيلها مرضفا أن الناخب المغريبي يدخل مبارياته من أجل الفوز وتقديم كرة جيدة وأشار اللاعب الأوسود الأطلس إلى أنه ليس هناك مباراة سهلة في كالسومم إفريقيا مبرزا أن اللاعبين سيقدمون ما في جعبتهم لتحقيق الانتصار واتجه الشيبي بالشكر للرجراجي قائلا أي لعب يتمنى تمتيل بلدها وأشكر المدرب وليد الرجراجي على الثقة التي وضعها في شخصيانا وبخصوص مشكلتي مع حسين الشحاد لاعب الأهل المصري قال الشيبي لا أحب الحديث عن هذا الأمور لأنني أركز حاليا مع المنتخبة المغربية اشتركوا في القناة شكرا شكرا